أهلا وسهلا بكم مرة تانية وصلنا كما تعرفوا بالفيديو السابق عند المثال هذا نحن حاليا بالصفحة 13 من كتاب الماتماتيك للصف الثالث تعال نرى هذا القسم الثاني من المثال شو كان يقول لي يقول لي الشاداء وكنوش لريفيريلان ساي لري انجليلم اذا بتلاحظوا انه هو عاطيني وكنوش تبع العدد يعني طريقة كتابة العدد وبدو يعني شوف كيف كاتب ليه بطريقة الارقام مثل ما تلكون هذا ذاتا مثال محلول لاحظ انه هو بالمثال السابق عاطيني الارقام مثل ما هي وبعدين طالب انه نكتب كتابة كيف انا بلفظه هون بهذا السؤال عاطيني كيف انا بلفظه وطالب مني اني اكتب الرقم كتابة تعالوا نشوف شو حالي اللي بيتسطر الاول كاتب لي يوز اون اكي يوز هي فقرة المئات بما انه ما في عندي عدد قبله بيقول لي هو كاتش يوز يعني كم مية فهي يوز تدل على مئة واحدة لهي بخانة المئات انا بكتب يوز بكتب مئة مثل ما انه شايفين بما انه بلشنا عندي اليوز فانا عندي فاليا ثلاث مراتب بما انه هو بمرتبة اليوز لار عندي باليوز قبله ما نكاتب لي اي رقم تاني فاليوز هي تعتبر رقم بير يلي هي واحد بير اون بفقرة العشرات يلي هي اون يعني عشرة بس طبعا بما انه ما نحاطط لي غير اون فهي رح تكون كمان واحد بفقرة العشرات التاني واحدة فقرة البيرليك عندي اون اي كي اون اي كي فعليا انا هيك عرفت اكتب شو هو الرقم وطلع معي يوز اون اي كي يوز اون اي كي لاحظوا نفس اللي مكتوب هون تماما تعالوا نشوف الثاني ديرت يوز سيكيز متل ما قلنا اول شي منشوف انه انا عندي ثلاث مراتب بما انه يوز لوكلاش ديرت يوز انا قبل ليوز في عندي رقم ديرت فاصبح المئات عندي من الدرجة الرابع يعني ديرت لهيك عندي المئات انا بكتب ديرت ديرت يوز سيكيز سيكيز تمانية وليس ثمانين لهيك تمانية لثمانية دائما سنحط فقرة الاحد فقرة البيرليك ليش لانه سيكيز لو سكسان او اي شي الو علاقة بالعشرات اكيد انا كنت رح حطه بمرتبة العشرات ولكن هون عم يحط عندي فقرة الاحد لهيك كلمة سيكيز انا بفهم منها انه هي موجودة عند برضو موجودة بمكان البيرليك تعالوا مع بعضنا نكمل ونكتب ثمانية يعني سيكيز بفهمنا الحكي انه فقرت يلي العلاقة بالاون لار هي صفر لانه انا ما نوجد عندي ابدا شي الو علاقة بالاون لار فالرقم عندي ديرت يوز سيكيز يعني 408 شوفوا جواب عندي تماما مثل ما حللت ووصلت للنتيجة ALT يوز هي 600 يعني 600 ALT يوز ذاتا تنكتب مثل ما بطل لفظه كتير بسيطة دوكوز يوز دوكسان دوكوز يوز في قبل كلمة دوكوز فهي بالتالي بلشت بالدوكوز بعدين بعد كلمة يوز صار في عندي دوكسان هي من مرتبة العشرات الدوكسان فهي يرحض انا كمان التسعة التانية اللي العلاقة بالدوكسان بمرتبة الان لار بصمان نجي للاخر رقم معانا بهاي الجملة اللي هو دوكوز يعني 9 وبالتالي دوكوز يوز دوكسان دوكوز يعني 999 هو الرقم اللي عم يحكو عنه اخر رقم اوشوز اوش قريب كثير عن المثال اللي كان دورت يوز سكيس اوشوز عندي انا 3 ارقام لازم تتعبع منها حين بما انه عدد بني باليوز لعش اوشوز قبل عدد اوشوز في عندي رقم 3 فصبح هوا عندي 300 لهيك راح نكتب اوشوز فهو 300 اوشوز مما انه اوشوز عدد فردي عدد لحاله بيّن انه هو لحاله ما في شيء بيذكر ليه إلو علاقة بيوجود الانلار هو فقط عم بيحكي لي عن شيء إلو علاقة بيوجود الانلار لهيك الاتش هي كمان راح تكون موجودة بقسم الانلار بصمة وبالتالي بنستنتج انه عندي انا بكمان بقسم الانلار فاضي لهيك راح يكون عندي اي صفر انا محله ما استخدمتش هو كان صفر فالرقم عندي اتشوزوج مثل ما انا شايفينه هون فعلوا ننتقل مع بعضنا للبلغي بلوتو لغيمة المعلومات هذه الغيمة شو عم تحكي لي عم تقول لي ان كتوك بصمك لدوال سيئ يوز اصغر رقم ان كتوك اصغر رقم مكون من ثلاث مراتب هو المئة كيف يعني كيف راح يكون انا عندي اصغر رقم مكون من ثلاث مراتب هو مئة مثل ما بنعرف لما انا بتي حط مثال مثل مثل مثلا الي بير الي بير اذا انا بدي اعيد هو مكون كتو بصمك لدوال راح يكون بير اكي هاد اكي بصمك لدوال انا حكي عن مين حكي عن الوش بصمك لدوال اكبر رقم مكون مرتبتين شو هوه اكبر رقم خلصنا من الالت لان الالتمش يتمش سكسان دوكسان ابل ما اوصل الى اليوز عندي دوكسان دوكسان تمام ولكن دوكسان ما او اكبر مرتب اليش لانو عندي انا دوكسان بير دوكسان اكي دوكسان اوش دوكسان دوكسان بيش دوكسان دوكسان بيش دوكسان بيش دوكسان بيش دوكسان دوكوز دوكسان دوكوز ارت بير بدوش نلم دوكسان دوكسان دوكوز ارت بير كاتوالدو عندي الساوة تساين زائد واحد صار عندي اياه همية متل ما انكن شافين يوز تعوني عديل يوز كاتو بصمك له بير اكي اول رقم مكووم ثلاث مراتب بقدر انا موصله عفوا هو اول رقم مكووم ثلاث مراتب بقدر اوصله بعد دوكسان دوكوز بعد تسعة و تسعين تعوني عد كاتو بصمك له متل ما قلنا بير اكي اوش هو اوش بصمك لبير دوالسي وبالتالي هو الصغر عدد طبيعي مكون ثلاث مراتب ممكن احنا نلاقيه ونفس الطريقة اكبر عدد مكووم ثلاث مراتب هو دوكوز يوز دوكسان دوكوز يعني انا زطف طوله واحد رح يصير عندي يا بين وبالبين هو دورت بصمك له ونحنا ما عم نحكي عن دورت بصمك له نحنا حديثنا كله عن الوش بصمك له هاي الفقرة عم يقولي متى هان بير ايضا يوز يرمي اوتوز يرمي اوش صيفة يوز يرمي اوش صيفة يوز يرمي اوش صيفة يوز يرمي اوش صيفة يوز كتاب 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 يوز rando كن ايضا يتكلم دعنا نرى هذا الأرقام ما قرأه أعداد الصفحات ونساوين على شكل هذا البلوك يعمل معين بكثم بلوك لدي هنا اول شي بلوك لكي أرد لدي أبو العشرة نقوم بلوك المتيرمى فعند 10 بلوكات رحكون في عندي بلوكتين رحكونوا ييرمى مجموعة طبعا البيرلار هو عندي اوه اوه تانى ثلاثة ثلاثة مكابات وبالتالي مية عشرين ثلاثة يوز يرمى اوش شلون اللفظ معي يوز يرمى اوش صحيحة طعو نشوف الثاني نعم اكييوز كغير اكييوز كغير اكييوز يعني أنا في عندي بلوك ها من فئة اليوز لكلار اكييوز هذا بير اول واحد هذا ثان إنه واحد من فئة اليوز لار صحيحة انجل عندي اوه اكييوز تعال شوف من فئة العشرات شو عندي بير ... اكي 2014 دورت تانى من فئة العشرات يعني أون يرمي أطوز كرك كرك عندي هون كرك وهن كان عندي إكيوز في عندي بفئة البير لكلار واحد يعني بير إكيوز كرك بير إكيوز كرك بير مئتين واحد وأربعين هاي بالبلوكلار أزام شين علي هون وصلنا على الفقراء اللي هي تشل شلم رح نشوف الأعداد مثل ما هي أول واحد عم بيلي أشعادة فيريلاند وعاصيل لرن أكونوش لرن يزنص أعطيني الرقم مثل ما هو مكتوب وبدو مني طالب مني أنه حل الرقم حل وكتب عليها الأجهزة بعد ما حليناهم طبعا أنتم حاولوا حلوان لحالكم بعد ما حليناهم تعالوا نشوف بير يوز مئة يوز أون دوكوز مئة واحد وتسطاش مئة وتسطاش يوز دوكوز شوفوا هنا الفرع بين هاي وهاي يوز أون دوكوز مئة وتسعة عشر يعني مئة وتسعة يوز دوكوز يعني مئة وتسعة مو مية وتساطاش مية وتسعة مية وتسعة مية وتسعة يعني قسم الأون لار صفر يعني ما عندي أنا أون لار مجابي لي سيري أبدا مجابي لي كلمة أبدا إلعاب الأون لار لبعدها سكسان آلتة يعني هو سبتة وثمانين اتش يوز أون اتش يوز هيا ثلاثمية أون يعني عشرة ثلاثمية وعشرة 402 402 402 طبعا هون كمامة الملاحظين قسم الأون لار موجود حطينا بدأ له صفر صار عندي 402 يعني 402 503 نفس القاعدة 50533 503 يعني 503 404 يعني 64 يديو سكيز سبعمية وتمانية بدون ما يكون عندي أنا قسم الأون لار آخر واحد هو سكيز يوز آتماش آلتة يعني سكيز يوز تمانمية آتماش آلتة يعني 66 مانمية وستة وستين آلتة سكيز يوز آتماش آلتة السؤال اللي بعده عم يحكي لي عن أشرة داو كونوش لاري لانصير لاري زنز عقز هذا الرقم عندي مكتوب اللفظ وانا لازم بحط عليه الأرقام يعني هذا اللفظ أنا كيف ببلاقي الرقم طبعه دعنا خلينا نشوف مثلا 395 300 هي 300 399 5 خمسة هي 395 بهذا الشكل رحلن كتابه متل وانا شايفين 395 395 كتبناها كتابه نشوف اللي بعده 40 يعني 40 40 يعني 2 40 يعني 42 كتبت أنا 42 42 40 اللي بعده يوز يتمش سكيز يوز يتمش سكيز يوز بقسم المئات هي واحد يعني مئة يوز يعني مئة يتمش سبعين سكيز ثماني So 178 178 واحد 178 أمية وأثمانية ويوز هاي اليوز هون يوس هون يوز هون يتمش هون سكيز لبعده اكی يز دورت اكي يز يوز 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 هاي اليوز هين يوز هون يوز هون يوميون هون سكيز بقسم الانلار لا يوجد أي شيء العلاب الانلار وهي 240 بعدها بنفس المدة 604 604 يعني 600 4 يعني 404 990 900 يعني 900 90 يعني 90 يعني 990 رح تنكتب 990 ذو ما يكون فيه عندي هالمرة قسم البرلار بصماك هو الصفر اللي بعده 109 209 النفس القاعدة شنام شوية 209 عاطمش هي 60 404 404 404 404 404 444 الاخر واحد 8 100 يعني 800 800 ونعرفك اللي يعطنا لهان بتمنى تكونوا فهمتوا كل شي خلاص زرسنا اليوم رح نكمل حل السلاب للدروس اللي جاية ان شاء الله بتمنى تظلوا بخير مع السلامة